سباح الأمل نور سباح الخير إن شاء الله بداية أصبة وموافقة للناس الكل سباح الأمل وسباح العمل سباح الأمل وسباح العمل وسباح الخيرات الكل نرجو نخل معروحنا في 2021 نرجو أكيد بجدية بإنتاج بحماس أكثر حماس يلا نستحقه الحماس إن شاء الله ربي معنا أعطينا أهم الأحداث المنتظرة بالنسبة لهذا اليوم في الأحداث المنتظرة اليوم بش نبدأه ببلاغ وزارة الداخلية واللي اصدار رئيس العشية بلاغ تعلن فيه بأن وحداتها الأمنية بشتتولى تطبيق حاضر الجوالين بجدية وتفرض الترتيب الجاري بها العمل على كل المخالفين للحاضر ودعاة الوزارة لاحترام البروتوكول الصحي وتوقيت الحاضر من الثمانية حتى الخمسة متعاصله نعم واللي نقول عليه أنه صراحة وفي الصباح نرفع تحية تحية التقدير لكل أعوان وزارة الداخلية من شرطة مرور ومن شرطة ومن حرس وطني قاعدين يقوموا بوجبهم قاعدين يتفقدوا ولكن اللي شفتوا البارحان بارح مشيت في قضية عائلية وتحصلت على ترخيص لول والثاني زوز ترخيص سوقي مش مشيت لسفقس فالاكتظاظ المروري اللي شفتوا البارحة أمر لم أشاهده من قبل معناها تخيل أنت أنه بوتياج معناها قدام ما أنت بيش تدخل البياج اللي بيش تدخل منه السوسة يدوم نصف ساعة الصف أو ساعة غير بعض يمكن مربوط بالعودة الجامعية يمكن مربوط بالعودة الجامعية يمكن مربوط بنهاية العطلة لأنه اختاروا عطلة ورعباد روحت فهذا التنقل بين المدن رغم اللي شفت الحرس قاعد يقوم بواجب والشرطة المرور قاعد تقوم بواجبها إلا أنه لعبيت الكل في سياراتها والسيارات مليانة والبوفيت ما فهم ماشي حركية غريبة البارحة العشية هي انطلقت من السباح مش من العشية يعني وقفت وسئلت حركية غريبة حسينه طاقت الاستيعاب متاع كل باريير متاع شاسمهم هما البياج الخلاصة ديك ما عاش ناشي فما اللي تحت عتب ويخرج كل مسكينة كل موظف من كل كابينة متاع ويصلح فيها في وقتها بل ما لقاوش حلوة لو يرفعوا فيها حسينه الاكتذاذ المريد تقول معناها أنا حاضل وأنا ما فهميش منع تنقل وأنا منع تنقل بين موش موجود وراو صحيح الشرطة والحرس تبقوا القانون وقعدين يقوموا مجهود يعني الالتزام من طرف نحن المحاوضة اللي يجب أن نقوم به نواصل اليوم ما هو موعد افتتاح أو الإذاعة فلاحية في تونس راديو الفلاح ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومن المنتظر ينطلق البث الرسمي انطلاقا من تسعة ونصب مقر المنظمة الفلاحية ورحبوا بإذاعة متخصصة لأنه إذا كان بيش تعمل تنمية وبيش تعالج المشاكل لابد من هذا التخصص فما حاجتين خدموا عليهم البرة ونشحوا اللي نشحوا وعملوا تنمية وحلوا مشاكل المواطنين لبروكسيميتي إذاعات القرب مثلهم الجهوية والمحلية ثم إذاعات التخصص مهمة جدا فالاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري المنظمة هذه اللي بعثت هذه الإذاعة في مرحلة أولى بشكون إذاعة ويب تبث على أبليكاشون وعلى الويب على الموقع الرسمي للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري وكيف كيف على الفيسبوك لكن الأفاق مفتوحة أمام هذه الإذاعة ولماذا إيديها في تعاون مع بقية وسائل الإعلام اليوم يرجع تليم ذاكي ما قلنا لمقاعد الدراسة بعد عطلة اجتامعة موصلة العمل بنظام الأفواج وفي صفاقص بعد اجتماع اللجنة الجهوية برئاسة والي الجهة أنيس الوسلاتي تقرر اليوم عودة الأقسام النهائية للدراسة سادسة ابتدائي تسعة أساسي ورابعة ثانوي وتعود بقية المستويات يوم ستة جامفي بعض غدوة هذا بطبيعة بعد التشاور مع وزير التربية هذه واحدة لكن اثنين من الأقطاب اللاجمعية اللي عنا الكبرى هي صفاقص ما اخذوش قرارات في خصوص العودة الجامعية سيد والي صفاقص يعطي الصحة اشرف على اجتماع البارحة العشرية واخذي القرار في خصوص العودة المدرسية العودة الجامعية بعض الاجتهادات لا شو سيء مثلا في صفاقص اخذت قرار انه سنة الأولى باش تقريها عن بعد في حين بقية الأقسام يرجع يقرر ساعة ونصف النهار فبقية الكليات والجامعات عودة عادية واصل بنفس النظامية رغم اللي نقولوا رهو صفاقصها الآن في نعتبروها نقطة حمراء يعني علامات الحمراء كل شعلت وسباب الاساسية عرفتوه شنوه علش علش تفشي الكورونا في صفاقص بالشكل الكبير تفشي سريع عندي الكورونا علش اربط شوية اربط بالغاز وقت لي مقطوع في صفاقص والعباد على بعضها على بعضها تشتنى في دبوست غاز صغير على كبير على اربطها وكالصف اللي موجود هاو شي يصير هاو ليسكروا الفانة متع القاز هاو ش عملتوه ناسي حرام والله من المنتظر تعقد اليوم لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة للتداول والتنصيق حول منهجية عمل للجنة اثناء الجلسة العامة المخصة للنظر في مقترح قانوني يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لجنة التنمية الجهوية تجتمع اليوم للاستعداد للنظر في المخطط التنموي القادم بالاستماع لرئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بخصوص منهجية ومسار التخطيط التنموي في تونس لجنة ذوي الإعاقة والفئة الهشم المنتظرة تنظم جلسة استماع اليوم لممثلين عن عمال الحضائر فوق 45 سنة ومدرسي برنامج تعليم الكبار واليوم أيضا تستمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة ونختم بوزارة الثقافة والتي أعنت على فتح باب الترشحات لامتحان الاحتراف الفني في مجالي الموسيقى والرقص وتقنية الصوت اختصاص موسيقى الخاص بدورة 2021 بالملفات أو بالامتحان التطبيقي وكل المعلومات تلقاوها على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية شكرا لك ملا سديسة صباحا و51 دقيقة هنا في تونس نقول لكم كما العادة صباح